المنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى جانب مركز الخليج لحقوق الإنسان نظمت فعالية تضامنية مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي تتواصل أعمالها حاليا في جنيه الندوة التي عقدت برعاية المركز الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدد آخر من المنظمات الحقوقية الدولية من بينها منظمة مراسلون بلا حدود والقلم الدولية وفرونت لاين ديفندر سلط المشاركون الضوء فيها على قضية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء الرأي المعتقلين الذين يزيد عددهم عن أربعة آلاف شخص مطالبين بالإفراج عنهم وباحثين عن سبل الضغط على سلطات البحرين فنا نحن لديك أساسطرات المفاقرة للإنسان وال第一名 بأننا نحن جعل الأمر لترابط وترابط على سلطات البحرين لأنه هنال أبداً، لأنه لدى أفضل التعامل رقم إثنان رمز أو حقوق الإنسان والمعنى باران في 167 جهاز عدد في 180 أبدا لذلكثه في العقوق الإنسان because it shows that the situation of press freedom there is awful and the last way to change the situation is to get in touch directly with the authorities unfortunately this last way is not the one we use the most غابرييل بنغار من منظمة أمريكيون تحدثت عن قمع حكومة البحراء للمظاهرات السلمية ولأفراد المعارضة عبر حل أكبر أحزاب المعارضة وسجن رؤسائها مسلطة الضوء على أحوال المعتقدين في السجون الذين يعانون من ظروف غير إنسانية and a majority of their leaders have been imprisoned many Bahraini prisoners, specifically political prisoners endure inhumane conditions which appear to be a part of a conscious effort by authorities to further enhance their suffering last month, as a result of ongoing ill-treatment prisoners in Bahrain's Jao prison began hunger strikes to protest the poor conditions وفي الختام تساءل المحاضرون عن الخطوات المستقبلية اللازمة لحت البحرين على احترام الحقوق الإنسان وواجباتها الدولية United call to release all defenders they are imprisoned because of their popularity among people because of their international influence or just because they are defenders and activists so that's our call from here اشتركوا في القناة